بعد أكثر من مئة عام على اختفائها عادت أصوات سعادين العواء تدوي مجددا في غابة تيجوكا في ريو دي جانيرو أكبر الغابات في الأوساط الحضارية في العالم والتي سيعاد تشكيل ثروتها الحيوانية تدريجا وتمتد هذه الغابة المحمية المعروفة باسم فلوريستا داتيجوكا الواقعة على بعد بضع دقائق من معظم أحياء ريو دي جانيرو المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل على مساحة 39 كم مربعا وتضم مئات الأجناس النباتية والحيوانية من الغابة الأطلسية البرازيلية إنها إحدى أكبر الغابات الحضارية في العالم لذا عندما يتم إطلاق صراح سعادين العواء تبقى بالقرب من بعضها وإلا سيشكل ذلك خطرا إن ذهب كل سعدان إلى مكان مختلف وبالتالي سيؤثر ذلك على تكاثرها وتمثل سعادين العواء ثاني نوع حيواني يعاد إدخاله إلى غابة تيجوكا بعد حيوان أغوتي وهو من القوارد الممتازة لنشر بذور الأشجار الكبرى في الغابات الناضجة ومن المتوقع أن تشمل هذه العملية أنواع حيوانية أخرى بينها الكسلانيات وقرد الأسد الذهبي المهدد بالانقراض أو قرد كينكاجو بحسبي فرنانديز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر